الكهف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة من رجال الغيبة الأولى هذا هو الجزء الثامن من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والثلاثين إنه الحديث السابع حديث طويل مفصل بسنده بسند الكوليني عن حمران إنه حمران ابن أعيان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أقتطف جملا من هذا الحديث الطويل المفصل إمامنا الصادق يحدث حمران ابن أعيان عن قادم الأيام العباسية عن العباسيين في الزمن الأول وعن العباسيين في الزمن الثاني كما قلت لكم أقتطف جملا مما قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام يقول لحمران ورأيت الفسق قد ظهر واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء هذا كان يجري في الزمن العباسي الأول وسيكون مؤكدا ومرسخا وشائعا ومنتشرا في الزمن العباسي الثاني وهذا ما نشهده بأم عيوننا قطعا الذي يجري في الخفاء سيكون أكثر وأكثر وأكثر ورأيت الفسق قد ظهر في بغداد بنحو يكاد يكون علنيا يتزوج الشباب الذكور بشباب ذكور وتقام الحفلات في صلاة الفنادق هذا يجري في بغداد يجري في بغداد ويأتي المهنئون يأتي المهنئون إلى تلك الصلاة الأفلام موجودة على اليوتيوب بإمكانكم أن تشاهدوا ذلك ورأيت الفسق قد ظهر واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه ورأيت الغلامة يعطي ما تعطي المرأة يصبح إمرأة يتغنج يصدر أصوات وحركات للرجال الذين سيفعلون فيه يفعل كما تفعل عواهر النساء وهذا في الفنادق في بغداد وحتى في كربلاء والنجف ورأيت الغلامة يعطي ما تعطي المرأة ورأيت النساء يتزوجن النساء إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ورأيت الرجال يتسمنون للرجال إنها عمليات تطخيم الأرداف هذه العمليات تجريها النساء وكذلك اللوطيون الذين يفعلوا بهم من المخنثين يقومون بالأمر نفسه تارة من خلال عمليات التجميل وأخرى من خلال التمارين الرياضية فهناك من التمارين الرياضية الحديثة ما يجعل الأرداف كبيرة الأرداف إنها أرداف المؤخرات ورأيت الرجال يتسمنون للرجال والنساء للنساء ورأيت الرجل معيشته من دبره إنه الحلال بعيني الحلال بعيني هذا الحلال الذي هو أحل من الماء الزلال ورأيت الرجل معيشته من دبره ومعيشة المرأة من فرجها ورأيت النساء يتخذن المجالس كما يتخذها الرجال إنها مجالس الغناء والطرب إنها مجالس الفساد والإفساد ورأيت التأنيث في ولد العباس قد ظهر هذا الأمر كان يجري في الزمن العباسي الأول وسيجري وقد جرى في الزمن العباسي الثاني ورأيت التأنيث في ولد العباسي قد ظهر في أولاد المسؤولين الذين يعرفون ما يجري في كواليس المنطقة الخضراء يعلمون أن أولاد المسؤولين من الذكور والإناث أخذت تشيع فيهم الحالات الجندرية ورأيت ورأيت التأنيث في ولد العباسي قد ظهر وأظهروا الخضاب إنها عمليات المكياج المكياج وأظهروا الخضاب وامتشطوا كما تمتشط المرأة لزوجها وأعطوا الرجال الأموال على فروجهم وتنفس في الرجل وتغاير عليه الرجال كل هذا يجري ويجري في النجف بنحو مؤكد هذه المضامين وتنفس في الرجل وتغاير عليه الرجال هذا يجري في النجف وفي كربلاء وفي النجف تحديدا كل هذا يجري في العراقي إنها أجواء الحكم العباسي القذر هي 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 أجواء الحكم العباسي في الزمن الأول ويتغاير على الرجل الذكار فيبذل له نفسه وماله هذا الذي يعشقه ورأيت الرجل يعير على إتيان النساء صدقوني كل هذا يجري في الأجواء العراقية قد يقول قائل ما كل هذا يجري في سائر دول العالم صحيح هذا صحيح هذا لكننا نتحدث عن مرحلة عباسية هي التي ستأتي بكل هذا نتحدث عن علامة أنا لا أتحدث هنا عن ظاهرة الشذوذ الجنسي لا شأن لي بهذا الموضوع إنني أتحدث عن علامة من علامات الظهور إنه الحكم العباسي في بغداد والنجف وهذه ملامحه وهذا الحكم منذ 2003 جاءنا بكل هذا وجاءنا بما هو أقبح من هذا ورأيت الناس قد استووا في ترك الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وترك التدين به الذي ينطق بالحقيقة سيصبح مغرداً خارج السر كحالي أنا ورأيت الناس قد استووا الجميع الذين هم يقولون بأننا متدينون متشرعون والذين يغفرون بالدين من أوله إلى آخره ورأيت الناس قد استووا في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك التدين به ورأيت رياح المنافقين ورأيت رياح المنافقين وأهل النفاق قائمة ورياح أهل الحق لا تحرك لا تحرك شيئاً لأن الناس لا تريد الحق ورأيت الناس همهم بطونهم وفروجهم لا يبالون بما أكلوا وما نكحوا ورأيت الدنيا مقبلة عليهم ورأيت أعلام الحق قد درست قد زالت هذا هو الواقع الذي صنعته لنا الحكومة العباسية التي تمثلها المرجعية السيسانية في النجف والأحزاب الدينية الشيعية في المنطقة الخضراء في بغداد هذه هي الحقيقة من الآخر من دون رتوش من دون مجاملاته والكلام هنا قطعا في مستوى الإيجاز فما تقدم من الفيديوات والوثائق التي أردتها عليكم في الحلقة الماضية والتي تخبرنا عن جانب من فسادي وفشل الحكم العباسي في بغداد يأتي منسجما مع هذه المضامين هذا الكتاب هو الطرائف في مذاهب الطوائف لابن طاوس المتوفى سنة ستمية واربعة وستين للهجرة وهذه الطبعة هذه الطبعة طبعة مؤسسة بوستان كتاب بالتعاون مع دار النشط قيوم إنها الطبعة الأولى ألف أربعمية وخمسة وأربعين هجري قمري قموا المقدسة إيران في الصفحة الثانية والتسعين بعد المائتين إنني أقرأ عليكم سطورا من الرسالة التي بعث بها المأمون إلى أهله إلى أهله إلى بني العباس إلى العباسي حينما لاموه فيما قام به المأمون من جلب إمامنا الرضا من الحجاز إلى خراسان الحكاية طويلة خارجة عن موضوع الحلقة لكنني أقرأ عليكم جانبا مما كتبه المأمون في هذه الرسالة المعروفة وهو يحدث العباسيين من أعمامه وأبناء عمومته يخبرهم بحالهم هكذا يقول فإني في تدبيركم والنظري لكم ولعقبكم وأبنائكم من بعدكم إنني مهتم بهذا الأمر هذا هو الذي يريد أن يقول فإني في تدبيركم والنظري لكم والنظري لكم والتفكير بأموركم وأحوالكم فإني في تدبيركم والنظري لكم ولعقبكم وأبنائكم من بعدكم وأنتم وأنتم ساهون لاهون تائهون في غمرة تعمهون لا تعلمون ما يراد بكم وما أضللتم عليه من النقمة وابتزاز النعمة همة أحدكم أن يمسي مركوبا أن يفعل فيه هذه الظاهرة كانت معروفة في العباسيين يلاط فيهم وهذا الأمر منتشر في حوزة النجف وكربلا منتشر فهو المأمون يقول لأعمامه وبني عمومته همة أحدكم أن يمسي مركوبا يركبونه ويصبح مخمورا تباهون بالمعاصي وتبتهجون بها وآلهتكم البرابط البرابط هي الآلات الموسيقية وآلهتكم البرابط مخنثون مؤنثون لا يتفكر متفكر منكم في إصلاح معيشة ولا استدامة نعمة ولا اصطناع مكرومة إلى أن يقول الرسالة طويلة ولا أجد وقتا لقراءتها إلى أن يقول في الصفحة الرابعة والتسعين بعد المائتين وليس منكم يخاطب العباسيين إلا لاعب بنفسه مأفون في عقله وتدبيره إما مغن أو ضارب دف أو زامر الزامر هو الذي يلعب بالمزمار وليس منكم إلا لاعب بنفسه مأفون في عقله وتدبيره إما مغن أو ضارب دف أو زامر إلى أن يقول المأمون وكيف يأنف من يبيت مركوبا يلاط ويصبح بإثمه معجبا كأنه قد اكتسب حمدا غايته بطنه وفرجه لا يبالي أن ينال شهوته بقتل ألف نبي مرسل أو ملك مقرب هذا هو تقييم المأمون لأعمامه وبني عمومته لو لم تكن هذه المعلومات وهذه المعطيات معروفة ومعروفة جدا عند العباسيين أنفسهم وحتى عند عامة الناس هل كان المأمون يكتب هذا في رسالة يوجهها لأعمامه العباسيين وهو يعلم بأنهم لا يحبونه كانوا يفضلون الأمين عليه وهو قتل الأمين يفضلون الأمين عليه لأن أم الأمين عباسية بينما أم المأمون كانت خادمة كانت خادمة في مطابخ قصر الرشيد العباسي هذا هو واقع العباسيين في الزمن الأول وهو هو واقع العباسيين في الزمن الثاني المذهب الطوسي مذهب عباسي لماذا لماذا مدينة النجف تعرف باللواط وليس في زماننا هذا منذ قرون منذ قرون لماذا لأن المذهب الطوسي هو الذي يهيمن عليها والمذهب الطوسي مذهب عباسي قدر ومن هنا فإن أساس الحكم العباسي في بغداد خرج من النجف الأحزاب العباسية في المنطقة الخضراء تبني شرعيتها على حكومة النجف على مرجعية السستاني أليست هذه هي الحقيقة فهذا هو الحكم العباسي في العراق سيكون ما بين النجف وبغداد حكم بغداد سيسقطه السفياني والخراساني هذا في الروايات هذا في الروايات أنا لا أحدثكم حديث الأحلام والمنامات ولا أحدثكم بشيء من عندي هذه الوقائع موجودة في الروايات بداياتها قد حدثت حدثنا القرآن عن العلو الإسرائيلي وها هو أمام أعيننا وحدثت نا الروايات عن الثورة الإيرانية الخمينية وها هي أمام أعيننا وحدثتنا الروايات عن الفتنة السورية وهذه هي أمام أعيننا ومثل ما حدثتنا الروايات عن كل هذا حدثتنا عن الحكم العباسي في بغداد والنجث في الفترة نفسها وهذا هو الحكم العباسي أمام أعيننا فأنا لا أحدثكم حديث الأحلام والمنامات ولا أحدثكم حديث الخرافات هذه معطيات موجودة في كتبنا قبل مئات ومئات من السنين إنها أحاديث العترة الطاهرة هناك معطيات أخرى لم تصل إلينا ذلك شأن آخر أنا أحدثكم عن المعطيات المتوفرة بين أيدينا ونحن نعلم بأن كثيرا من الأحاديث لم تصل إلينا هناك من ضيعها الظروف الزمانية والمكانية والملابسات الموضوعية حكمت عليها بالإعدام كل ذلك قد حدث فهناك كثير من الأحاديث من المعطيات لم تصل إلينا ربما إذا حصنا عليها قد تتغير خارطة تفكيرنا لكنني أحدثكم بما عندنا من المعطيات المتوفرة بحسب المعطيات المتوفرة لدينا وهي معطيات حقيقية صحيعة الدليل على صحتها أنها تأتي متناسقة متعانقة متطابقة مع الأحداث والوقائع التي تجري على الأرض هناك معطيات أخرى يمكن أن تكمل الصورة ليست بأيدينا هذا شأن آخر فأنا أحدثكم لا بعلم غيب ولا بأحلام ومنامات ولا بترهات من هنا أو من هناك أحدثكم بحديث المعطيات الصحيحة المتوفرة بين أيدينا نذهب إلى فاصل